السلام عليكم اخوتي كديري اللبس عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير يا ربي امسي طيبة فقط قبلة كنا صلينا العصر وفاش كان الامام يقوم الصلاة ناضي واحد من المواطنين كيغووتوا وكيقولهم علش سحبتوا الكراسي لحقاش كانوا الكراسة بالنسبة الناس اللي مراد واللي عندهم امراد مزمينة بحل مراد بالظهار بحل مراد بالرقبات اللي ما يقدروش يديو الصلاة بالحركة ديالها المفروضة وبقى كيزقيتم مايا كيغووتوا قال لهم الله حتى نقدم الشكاية ديالي للسيد الباشا نهار الاثنين يمكن ان الاخ فعلا هو كالمريض ولكن ان البلاغ اللي كان صدر عند وزارة الاوقاف والشؤال الاسلامية الاخير اللي كان تحدث عليه انما يمكن ما قراش وذك الشي علش انا درت هذا الفيديو باش تبرطاجه وقع الناس اللي ما شيف خبرو باش ما يكونش واحدة تشويش في المساجد ويقولوا متانان علش الناس المسؤولين على المساجد علش يعني جمعوا السباحي وجمعوا الاحجار طيمهم وبعد الملابس اللي كانت موجودة داخل المساجد وخلاوا فقط يعني المصاحف هي اللي كاينة في المساجد اذا دخلتوا اي مسجد في المملكة المغربية ما غديش تطلقوا هدا الشي اللي قلت لكم غدي نقرأ لكم جميع البلاغ اللي كانت صدرته وزارة الاوقاف والشؤال الاسلامية بخصوص هذا الموضوع باش الناس والمتتبعين ديونا ما يغلطوش وما يتفاجأوش فاش كايدخل المساجد وشوفوا متانا كاللي جاي بالكرس دياله بالدار كاللي جاي بشي حاجة دياله بالدار وحطا في المسجد لحقاش كاي صليف هذك المسجد دي ما حي تقرأ بله المنزل دياله نقرأ لكم بلغ قررت وزارة الاوقاف والشؤال الاسلامية إحداث لجنة مركزية ولجنة جهوية وإقليمية لليقظة واتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا وأوضحت الوزارة في مذكرة تم تعميمها على مندوب وأن الضار الوزارة يومه الجمعة أن هذه اللجان ستصهر على التدعيم المراقبة بجميع البنايات الدينية والتعليمية والإدارية التي يشرفون على تدبيرها والتسيير وكذا تحسيس مستعمليها والمستفيدين منها بالالتزام بقواعد النظافة العامة من خلال إجراءات وقائية بسيطة تحمي من انتقال العدوى منها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة منتظمة وعدم الملائمسة والاحتكاك بالمصابين المحتملين أو الأشخاص المصابين بأمراض تنفسية وأضف داته المصدر أن هذه اللجان ستقوم بتحسيس من يعانون من ضعف المناعة باستحسان آداء الصلوات في بيوتهم حتى الشفاء التام حرصا على عدم نقل العدوى بين المصلين بالمساجد والاقتصار في التحية بين الأشخاص على عبارة السلام عليكم مع الحرص على تفادي المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المساجد والحرص على التقليل من مدة الخطبة والدروس في المساجد كما ستصهر هذه اللجان يضيف المصدر داته على إغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة نظن أن كل شيء من فهم يعني ما قدش نزيد نشرح كتر نزيد نكملوا للبلغدين كما ستصهر هذه اللجان تضيف المذكر على توفير تعبئة خاصة للوقاية من انتشار الفيروس بالمباني السلفة الذكر عبر اتخاذ التدابير اللازمة ومنها بصفة خاصة تكتيف عمليات النظفة وخاصة بالمرافق الصحية وتعقيب الأماكن التي تستقبل المواطنين كمقابذ الأبواب الصنابير وسحب دوات ورؤوس الشرب من المساجد سحب الألبس الموضوعة بجناح النساء وسحب السبح وأحجار الأبواب